في الخبر الأخير شهدت الكرة الأرضية مساء السبت كسوفاً جزئياً للشمس حيث تغطى ظل القمر نحو 64% من مساحة قرص الشمس الكسوف الجزئي الذي استمر ثلاثة ساعات وأربعاً وخمسين دقيقة أمكن رؤيته بوضوح في جنوب وغرب أمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي إضافة إلى جزء من القارة القطبية الجنوبية وتطول لائحة الظواهر الفلاكية المرتقبة هذا العام والأقرب منها سيكون منتصف شهر أيار الجاري حيث سنشهد أول خصوف قمري للعام 2022